اشتركوا في القناة عن التطلع الى تطوير التعاون الثنائي على نحو يسهم في مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الصديقين فيما اكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الاهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة مع مصر لما تمثله من دعامة رئيسية للامن والاستقرار بالشرق الاوسطي وافريقيا هذا وقد ذكر المتحدث الرسمي ان وجهات النظر توافقت بخصوص اهمية دعم المسار السياسي في ليبيا وتمسك بنعقاد الانتخابات المرتقبة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وجه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي التهنئة لمصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر الاطراف الاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ القادم كاب 27 واعرب بايلي على حسابه على تويتر عن التطلع الى مواصلة العمل المشترك بين القاهرة ولندن لمعالجة قضايا تغير المناخ اكد الرئيس التونسي قيس سعيد على وحدة الدولة التونسية واهمية الوعي بالمخاطر التي تعيشها البلاد وخلال استقباله مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بمدينة عقارب بولاية السفاقس لتطرق الى الوضع العام في المدينة والجهود المبذولة لمعالجة مسألة النفايات فيها اكد سعيد ان الحكومة ستعمل على حل هذه القضية في اقرب وقت ممكن داعيا الى ضرورة الانتباه الى كل من يسعى لتأجيج الاوضاع في البلاد ادى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق اول عبدالفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادة الانتقالي امام رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن اعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن احتجاز عدد من المواطنين الامريكيين في اثيوبيا اكد المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيت برايس ان واشنطن تجري نقاشات جادة مع الحكومة الاثيوبية بشأن هذه التقارير بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفي ومستشاره انطوان حبيب الاوضاع المصرفية والاقتصادية في البلاد في ضوء تطورات الراهنة من جانبه اكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية على ضرورة الاسراع في معالجة الشؤون الاقتصادية الراهنة لتشكل قوة دفع من اجل توصلي لحلول تعالج الشؤون السياسية اعطت وكالة الادوية الاوروبية الضوء الاخضر لاستخدام علاجين لفيروس كورونا على الاجسام المضادة في اول موافقة تصدر عنها على هذا النوع من العلاجات واوضحت الوكالة ان العلاجة طورته احدى الشركات السويسرية العملاقة في مجال الادوية بالاشتراك مع احدى الشركات الامريكية للتكنولوجيا الحيوية بينما طورت العلاجة الاخر شركة كورية جنوبية نهاية موجزة العاشرة مشاهدين لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة اترككم الى فصل قصير ونعود من بعده لاستكمال فقرات هذا الصباح ابقوا معنا اشتركوا في القناة